مساء الخير رفعت القوى الأمنية درجة استنفارها فرفعت لها التحايا جهود روتها دماء عسكرية بحث وتحر وتعقبات طرقت أبواب الخاطف والسارق والداني والنتائج مثمرة في إعادة مخطوفي الفدية فيما لا تزال عمليات البحث مستمرة عن مخطوف غزة في البقاع الغربي لكن التعقبات لم تكن بلا دماء ففي الغبير كان قبضاء حارة حريك المطلوب لبنانيا وأمريكيا والملقب بعنتر يطلق النار على دورية دهمت مكان وجوده فأصيب ضابطان من الاستخبارات أحدهما بالرأس وجروحه خطرة وعنتر الحي هذا يوصف أيضا بالساحر لشدة إتقانه فنون تزوير العمولات وتأشيرات السفر وهي ليست المرة الأولى التي يجري فيها دهم الرجل الذي يتمكن في كل مرة من الفرار الأمن وزع قواه بين الغبير ووسط بيروت حيث تظاهرة الأسير بلوغا نحو الحمرة التي تحيي ذكرى الشهيد خالد علوان بطل عملية الومبي في اجتياح عام 82 والمناسبة هذه المرة كانت تستعيد زخمة قوميا أراد إبلاغ الرسالة إلى فرع المعلومات بأن الحمرة لا تزال حمراء في تظاهرة الأسير أنشد فضل شاكر ملتحيا وكان صوته يرتفع ملامسا الآذان مستعيدا أنشودت محمد يا رسول الله من أرشيف ياسمين لخيام ولصوته وحضوره حجز المتظاهرون مقاعد لهم في وسط المدينة أما خطبة الأسير فعبرت بسلام وانفض المجتمعون إلى أداء صلاة المغرب في جامع محمد الأمين جمعة طرابلس أيضا جاءت هادئة نبويا أما حزب الله فقد أحيى المسيرة الثالثة في بعلبك التي جمعت حشودا كبيرة فيما بلغت احتجاجات الإساءة إلى الرسول سجن رومي جمعة سوريا رسولية بدورها وحملت عنوان أحباب الرسول يذبحون وصباح دمشق جاء بنبأ خطف ثلاثة من أعضاء هيئة التنسيق المعارضة في الداخل التي ستعقد اجتماعا لها غدا المخطفون الثلاثة عبد العزيز الخير وأياس عياش وماهر طحان كانوا عائدين من زيارة للصين وقد اختفت آثارهم بعد وصولهم إلى مطار دمشق فهل هي رسالة من النظام إلى مؤتمري الغد؟ الحكومة السورية مسؤولة حتى يثبت العكس لسيما أنها لم توضح حتى الساعة شيئا عن مصيرهم ولم تتهم أحدا باختطافهم ولتاريخه فأن النظام يلقن معارضة الداخل دروسا سياسية بعصى أمنية ويقول لهيئة التنسيق إنها لن تستطيع التفرد وطلب الحل ولو من الصين ولي يتمكن الرئيس المصري في مبادرته المعلنة من انتقاء معارضين للحوار بلا مشورة النظام ليست معارضة الخارج أقل سوءا ولا وقت لديها للحلول فأعضاؤها المتناثرين تأخذهم سياحة الفنادق من مؤتمر باريس إلى روما فالمغرب وتركيا جولات للرفاهية وضرب التسويات فهم اليوم التهموا الأخضر وأسقطوا مهمة الإبراهيمي كما أجهدوا دور كوفي أنان وحولوه إلى يابس وبالنسبة إليهم فأن نهاية الأزمة سوف تنهي خدماتهم وتقطع أرزاقهم وتسولهم على أبواب المؤتمرات الدولية اشتركوا في القناة